خبر مفرح للمهاجرين الغير الشرعيين بإسبانيا إليكم التفاصيل أعطى البرلمان الإسباني الثلاثة موافقته على مناقشات مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية وتشير تقديرات أصحاب المباراة إلى أن ما بين 399 ألف و 470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا الثلاثهم من القاسرين ووقع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا تدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وطائق بطرق حالة التخفي وانعدام الحقوق وتقول إنه وفق أحدث تقديرات ما بين 390 ألف و 470 ألف شخصهم في وضع غير نظامي في إسبانيا ثلاثهم من القاسرين إجراءات بطئة وبيروقراطية تضيف أن معايير الحصول على التصريح إقامة تقييدية جدا وإجراءاتها بطئة وبيروقراطية وفي حين أن حزب العمال الاشتراك الإسباني الحاكم يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح إلى أنه لا لحذيرا باعتبار أن القانون الأمر على المهاجر بدون وطائق لكن مؤيد المبادرة يقولون أن سياسة تقنية الجماعية تم تنفيذها مرة عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك في إسبانيا وقالت إليسا غاريدو السياسية في حزب العمال الاشتراكي إنه ليس من الصعب مشاركة الهدف الجدير بالتناء لهذه المبادرة المتمثل في استعادة الكرامة والتوفير وضع إداري نظامي للأشخاص الذين يعيشون في بلدنا ولديهم حقوق نص المبادرة إن الوضع الحالي يضر بالحقوق الأساسية للمهاجرين الغير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب ما يتسبب أيضا في خسارة اقتصادية ومالية كبيرة لإسبانيا